وجه أعضاء مجلس النواب رسالة تأييد لرئيس عبدالفتح السيسي ثمن فيها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود رئيس السيسي وتحركاته الملموسة على ساحة الإقليمية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهد المنطقة جاهد في الجلسة الافتتاحية لدوري للعقاد العادي الخامس من الفصل التشرعي الثاني حيث وجه رئيس المجلس وأعضائه التهنئة لرئيس السيسي بمناسبة قربي الاحتفال بانتصارة أكتوبر المجيدة فخامت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن مجلس النواب وهو يستهل دوراً عقاده الخامس من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إلى سياداتكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل ومسانداته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها على مختلف الأصعيدة الداخلية والإقليمية والعالمية مستهدفين بها إعلاء المصلحة العليا للدولة وحماية المواطن ويثمن المجلس جهودكم الحثيثة الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري خاصة الفئات الأولى بالرعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر